ليه الأهلي ما قدرش السنة دي ياخد ميداليا في كاس العامل الانديا؟ بص كريم أنا بشوف أن عوامل تحقيق ميداليا ما بتعتمدش بس على كواليتي للمنظومة ولا كواليتي الفرق المنافسة على قد ما بتعتمد على النقاط معينة في الماتش نفسه مومنتس أوف ده جيم اللي هو لحظات إبداع الفرد قدام الجون لحظات إبداع الحرس المرمى لحظات إبداع نمرة 6 نمرة 8 جيمي قال حاجة مهمة جدا وأنا بتمعاه فيها مثلا لو تفتكروا بطولة موسيماني الأولانية بكاس عامل الانديا قال يسجل كم جون يا جماعة؟ فاكر كم جون؟ هو جون واحد بس قدام الدحيل واحد سفر بتاع حسين الشحات بعد كده خسارة من بيرانيون ختين سفر تعادوا البالميراس سفر سفر قال يكسب بالبلانتيات بتقلق الشناوي برونزيت كاس العالم الناس أشهدت بموسيماني وكلنا أشهدتنا بموسيماني والفريق النهاردة الآن مش هجل سبع أهداف مسجل ثلاثة في أوكريم مسجل هدف في السياتر مسجل هدف في ريال مدريد مسجل النهاردة هدفين سبع أهداف وما حصلش على مركز فده اللي بيدول أن أنت رغم أن أنت كان عندك رغم كل المشاكل لما تفي مع جيمي في النواحي الهجومية وفي النواحي الدفاعية لكن أنت سجل سبع أهداف في أربع ماتشغط لأول مرة تلعب أعلى رقم سجل الألف ومشاركات المشاركة وأكتر مباراة شارك فيانا في البطولة أربع مباراة أول مرة في 11 يوم ضغط صعب جدا لكن كواليتي اللعيبة على الناحية الهجومية للنادي الأهلي لم تسعف الفريق النهاردة نتفرج على ريال مدريد والهلال السعودي أنا بشوف أن الأهلي عمل ماتش قدام ريال مدريد أفضل ماتش للهلال السعودي الريال مدريد احترم النادي الأهلي مش عايز أقول أكتر من النادي السعودي ولكن مع الهلال السعودي ابتدأ أنشلاتي خرج كل اللعيبة أشرك فييخ أشرك ناتشو أشرك أسانسيو أشرك كل اللعيبة البودلاء لكن قدام الأهلي الماتش 2-1 لحد دي أحاجة وتسعين أهو 92 يا الراجل لو محصبش البانالتي اللي حسبه قد الدنيا ممكن يعني البانالتي مدريد شد وشناوي وبعدين هدفين جم من غلطات بقى في آخر المباراة كان ممكن الماتش يروح فعلا لضربات جزاء أو تعادل والله عالم ممكن يحصل إيه فاللي بقوله يعني اللي في النهاية الراجل عمل كل اللي عليه مارس الكولير عمل كل اللي عليه وعمل نقطة مهمة جدا أنه هو مخافش لعب الماتش المفتوح لأنه هو غير مطالب بشيء أنا فوجة نظر الأهلي أنا ما بطالبش الأهلي بيفوز على ريال مدريد ما بطالبش الأهلي بيفوز على فلامينجو لكن بطالبه أنه هو يحط لي ماتش أفضل فاكره أداء على المرمى أفضل فاكره أهدف أفضل فاكره هدف للتاريخ الماتش اللي قدمه قدام ريال مدريد بيخسر أربعة واحد أحسن ميت مرة من ماتش الخسر 2-0 قدام بارني ميونيخ الماتش اللي خسره من فلامينجو أربعة اتنين النهاردة أحسن ميت مرة من فوزه على بلميراس برقالات الجزاء لكن كورت القدم بتحتاج أن أنت مش هقول بقى أنصاف المحاولات إحنا ما تحولناش يا كريم دلوقتي الأهلي ما بيستغلش أنصاف المحاولات لهذه اللوقتي ما بيستغلش الفرص المحققة وفي الليفل ده لو بتستغلش الفرص المحققة فلازم يتم معاقبتك